هذا واطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول اعماله من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها كما اطلع الى من انتهى اليه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ومجلس الشؤون السياسية والامنية واللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء في المجلس وقد انتهى مجلس الوزراء الى ما يلي اولا التباحث مع الجانب الكويتية في شأن مشروع مذكر التفاهم للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر ثانيا التباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكر التفاهم بين الهيئة العامة للمنافسة في المملكة وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر في شأن التعاون في مجال تعزيز المنافسات ومكافحة الممارسات الاحتكارية ثالثا الموافقة على مذكر التفاهم بين الهيئة الصعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة والاتحاد الدولي للاتصالات للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي رابعا الموافقة على السياسة الوطنية لإدارة نفايات المشعة في المملكة خامسا تحويل وكالة الانظمة في وزارة المالية الى مركز مستقل باسم المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية سادسا قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك باتخاذ ما يلزم من اجراءات حيال مواءمة اوضاع الجمعية بما يتفق مع احكام نظام الجمعيات والمؤسسات الاهلية سابعا الغاء المؤسسة العامة للخطوط الحديدية ونظامها وذلك اعتبارا من تاريخ الاول من الشهر الرابع من عام الفين وواحد وعشرين ميلادية وتحل الشركة السعودية للخطوط الحديدية سار محلها في اي قرارات تتعلق بالمؤسسة ثامنا الموافقة على انشاء بانك للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تاسعا الموافقة على نظام الاجهزة والمستلزمات الطبية عاشرا الموافقة على ترقيات وتعيين للمرتبتين الخامسة عشر والرابعة عشر على النحو التالي ترقية المهندس خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن بن عباني لوظيفة مستشار تقنية معلومات بالمرتبة الخامسة عشر في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ترقية عبد الملك بن عبدالله بن حسن أل الشيخ لاوظيفة مستشار قضايا بالمرتبة الرابعة عشر في وزارة الداخلية تعيين الدكتور إسا بن يحيى بن محمد ابناءسي على وظيفة وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية بالمرتبة الرابعة عشر في إمارة منطقة جازان ترقية علي بن إبراهيم بن عبدالله الزايد إلى وظيفة مدير عام الإدارة العامة للإرادات بالمرتبة الرابعة عشر في الديوان العام للمحاسبة كما اطلع مجلس الوزراء على موضوعات عامة مدرجة على جدول أعمال من بينها تقارير سنوية للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية والنيابة العامة المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية والهيئة العامة للمنافسة وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية والديوان العام المحاسبة وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات